بدأت عام 1911 لتمتد لأكثر من قرن ازدادت فيها العلاقات بين البلدين متانة وشراكة في عديد مجالات كويتية أمريكية تاريخ العراقات بين البلدين يمتد إلى أكثر من قرن من الزمان بدأت العلاقات منذ عام 1911 عندما قام الشيخ مبارك الكبير بالدعوة لإقامة المستشفى الأمريكاني في الكويت وهذا المستشفى أيضا معروف بهذا المسمى عند الكويتيين ثم تطورت العلاقة مع مرور الزمن حتى وصلنا إلى عام 1951 فارتقت العلاقة وأصبحت هناك مثل قنصلية أمريكية داخل الكويت تحولت هذه القنصلية بعد الاستقلال بثلاثة أشهر يعني عام 1963 شهر سبتمبر أصبحت سفارة أمريكية ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقات الرسمية تتخذ طابع أكثر جدية كثيرة هي الملفات في القمة وما تحمله من أهمية تبقها محل اهتمام ثنائي كويتي أمريكي ودولية دائما تنسيق مستمر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه هذه المنطقة وجهات نظر مشتركة متبادلة سواء في عهد جورج بوش الأبن أو في عهد الرئيس أوباما أو في حاليا رئيس ترامب في عهد الرئيس ترامب فنجد دائما الكويت لها خصوصية لها دور الحليف القريب من الولايات الأمريكية التي طبعا يعني يتم التشاور بشكل مستمر في دورها في هذه المنطقة قواسم مشتركة لعديد قضايا على طاولة كويتية أمريكية تعزز عمق العلاقات بين البلدين سوف يكون الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي مع وجود سمو الأمير في واشنطن وهذا الحوار مثل ما بيينت شامل حقيقة ويخدم المجال الأمني كما كان في السابق يخدم تبادل المعلومات بين الدولتين يخدم دعم استقرار وأمن البلاد الكويت داخليا وكذلك محاربة الإرهاب وتمويله وما إلى ذلك هناك أيضا جانب آخر يعمل عليه هذا الحوار الاستراتيجي وهو الجانب الاقتصادي اقتصاديا حديث عن تفعيل التبادل التجاري بين البلدين وتطوير باتفاقيات ثنائية لعلاقات اقتصادية متينة نوعية النفط الخام الكويتي تحتاجه السوق الأمريكية بشكل كبير خصوصا أن المصافي الأمريكي تحتاج لما تعلمون أن انتاج النفط الأمريكي هو انتاج نفط خفيف فائق النوعية بينما النفط الخليجي بصفة عامة والنفط الكويتي هو نفط متوسط وثقيل تحتاجه طاقة التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية خطط الكويت بالنسبة لإستراتيجية 2040 هو التوسع في البتروكيمويات وصناعة البتروكيمويات وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية كثير من الشركات العملاقة والخبرات في مجال البتروكيمويات زيانة حضرة صاحب سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعكس عمق علاقات تتعدد مجالاتها وتعزز قوة شراكة بين البلدين نحو أفاق تعاون استراتيجية أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس